شكرا جزيلا جمانا الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرانيتش موجز لأهم الأنباء يأتيكم من التلفزيون النصري أهلا بكم عد الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى أرض الوطن بعد زيارة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة وكان الرئيس السيسي قد التقى في قصر الوطن بالعاصمة الإماراتية أبوظبي الشيخ محمد بن زايد النهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وأكد رئيس السيسي أن زيارته للإمارات تأتي استمرارا لمسيرة العلاقات الوثيقة والمتميزة التي تربط البلدين وما يجمعهما من مصير ومستقبل واحد ودعما لأواصر التعاون الثنائي مجددا تضامن مصر حكومة وشعبا مع دولة الإمارات الشقيقة جراء الحادث الإرهابي الأخير الذي أسفر عن وفاة وإصابة عدد من المدنيين من جانبه أعرب الشيخ محمد بن زايد عن اعتزاز الحكومة والشعب الإماراتي بما يجمعهما بمصر وشعبها من أواصر تاريخية وطيضة وعلاقات وثيقة في مختلف المجالات مشيرا إلى التقدير البالغ للدور الاستراتيجي والمحوري الذي تقوم به مصر تحت قيادة الرئيس السيسي في حماية الأمن القومي العربي والدفاع عن قضايا الأمة العربية أعلنت وزارة الصحة والسكان عن خروج 1870 متعافيا من فيروس كورونا من المستشفيات بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 349.427 حالة وأعلنت كذلك الصحة تسجيل 1910 حالات إيجابية جديدة ووفاة 29 حالة التقت المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب الدكتورة رشا راغب مع الأمين العام لمجلس حكماء المسلمين سلطان فيصل الروميثي لبحث سبل التعاون بين الأكاديمية والمجلس والاستفادة من خبرات الأكاديمية في تعامل مع الشباب وقال سلطان فيصل الروميثي إن مجلس حكماء المسلمين يتشرف بتعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب لاهتمامها بتدريب الشباب وتمكينهم بفرص حقيقية واقعية مشيرا إلى أن مصر تشهد نهضة فكرية نقش رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو هاتفيا مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسلا فاندرلين التطورات على الجبهة الأوكرانية الروسية وعرب المسؤولان عن مخاوفهما المشتركة بشأن التطورات الأخيرة في أوكرانيا كما جدد رئيس الوزراء الكندي على دعم بلاده الثابت لسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها لافتا إلى أن بلاده ستوسع من مهمتها التدريبية العسكرية في أوكرانيا أكد مستشار قادة روسيا وأوكرانيا وفرنسا وألمانيا المجتمعون في باريس في بيان مشترك التزامهم بوقف إطلاق النيران الذي تم التوصل إليها فيما سمي باتفاقات منسك وقال المستشارون في البيان أنهم يدعمون الالتزام غير المشروط بوقف إطلاق النيران بغض النظر عن الخلافات في قضايا أخرى تتصل بتنفيذ اتفاقات منسك يأتي ذلك على خلفية توتر متصاعد بين روسيا والغرب وسط دعاءاته المتكررة حول استعداد الحكومة الروسية للهجوم على أوكرانيا أطلقت كوريا الشمالية صاروخين باليستيين قصيري المدى على ما يبدو في بحر اليابان قبالة سواحلها الشرقية هذا وقد ندد متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية بعمليات الإطلاق باعتبارها انتهاكا للعديد من قرارات مجلس الأمن وتهديدا لجيران كوريا الشمالية والمجتمع الدولي وفي توكيو قال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني هيريكازو ماتسونو إن التطور الملحوظ الأخير الذي حققته بيونج يونج في مجال التكنولوجيا النووية والصاروخية لا يمكن تجاهله أعلن النائب الأول لمندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة ديمتري بوليانسكي أن موسكو طلبت عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي بشأن الهجمات التي شنها تنظيم داعش الإرهابي شمال شرقي سوريا وأكد ديمتري بوليانسكي أن موسكو طلبت عقد اجتماع منفصل من المتوقع أن يتم خلاله الاستماع إلى تقرير نائب الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس إدارة مكافحة الإرهاب بالمنظمة فلاديمير فورنكوف وممثلين آخرين عن الأمنة العامة للأمم المتحدة حول آخر التطورات في شمال شرقي سوريا تأهل المنتخب الوطني لكرة القدم إلى الدور ربع نهائي لبطولة كأس الأمم الأفريقية بعد فوزه المثير على منتخب كود ديفوار بضربات الترقيح بنتيغة خمسة لأربعة في المباراة التي جمعتهما على ملعب جابوما بمدينة دوالة الكاميرونية وذلك في إطار منافسات دور الستة عشر للمصابقة القرية وقد انتهى الوقتان الأصلي والإضافي من المباراة بالتعادل السلبي قبل أن تحسم ركلات الترقيح تأهل الفراعنة وبات منتخب مصر بذلك سابع المتأهلين إلى الدور ربع نهائي والذي يلتقي فيه المنتخب المغربي ختم موجز الثامنة ونعود لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد هذا الفصل